افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أعمال المؤتمر التربوي التعليم في البحرين بين تطلعات الحاضر وصناعة المستقبل والذي نظمته نقابة التربويين البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء نقابات وجمعيات المعلمين من 14 دولة عربية التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف إلاء التعليم ومخرجاته بالغ الاهتمام يمثل وبلا شك عصبا للتنمية ومركزا لاهتمام كل فئات المجتمع وطريقا أرحب لرسم ملامح النهضة التي لطالما توشحت بوشاح العلم والتعليم لأي بلد كان من هنا ينطلق مؤتمر التعليم في البحرين الذي يضع في أولوياته مستقبل التعلم في مملكة البحرين والنهوض به إلى أعلى المستويات مؤتمر هو يتحدث عن واقع التعليم في البحرين بين الواقع والمرتجة طبعا أنا اقتلعت قليلا قبل حضوري إلى البحرين عن واقع التعليم ولم أتفاجأ في الحقيقة عن التطور الذي طرأ على التعليم في البحرين منذ الثلاثينيات القرن الماضي فالبحرين قطع شوطا كبيرا في ميدان التربية والتعليم وما الإنجاز الذي حققه طلاب البحرين هذا العام إنجاز كبير في مادتين الرياضيات والعلوم حيث احتلت تلامزة البحرين المرتبة الأولى عالميا في مادة العلوم والمرتبة الثانية عالميا في مرتبة الرياضيات إن هذا المؤتمر التربوي يسعى إلى تعزيز الجهود المبذولة محليا في مجال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في التعليم وتعزيز ارتباطها بتطورات العاصر ومتغيرات قطاع الأعمال بالإشارة إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى توطيد العلاقات بين النقابات المعنية بالتعليم على المستوى العربي بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم في جميع الدول العربية تدريب التعليم مشروع التمكن الرقمي لكن الورقة هي المواطن الرقمي ومفهوم المواطن الرقمي في المدارس الخاصة عندنا اليوسيميس اللي هو الحسابات الذهنية كل هذين بنوصل إلى أن الفرد ممكن بقدرات الذهنية يستقني عن الحاسوب وأيضا يكون مواطن رقمي يعني يستطيع أن يستخدم التكنولوجيا هذا المؤتمر حقيقة في الاتقاه الصحيح يناقش قضية التعليم في البحرين وصناعة المستقبل وإن دل على شيء إنما يدل على نضغ القيادة ونضغ التفكير وإيضا التوقف صوب المستقبل لأن أي بناء لا يتم إلا من خلال مقالة تعليم وبناء العقل وبناء الإنسان البناء السليم حتى تكتمل النقاحات في كل مقالة الحياة في إطار التعليم من إطار التعليم ومن ثم لبناء الدولة والمؤسسات في مختلف الحياة هذا وشهد المؤتمر عقد ثلاث جلسات عمل خصصت الأولى لمؤسسات سوق العمل إذ شملت عرضا عن مبادرات الشركات في مجال تعزيز التعليم أما في الجلسة الثانية فقد خصصت لقطاع التعليم العالي عبر الاتجاه إلى فتح برامج أكاديمية نوعية تراعي الاحتياجات الملحة لسوق العمل فيما استعرضت الجلسة الثالثة إنجازات الوزارة في مجال دمج التقنية في التعليم تحت شعار بين تطلعات الحاضر وصناعات المستقبل ينطلق مؤتمر التعليم في البحرين من أجل وصول إلى مستقبل مستدام وفق ثلاث ركائز ركيزة المدارس وركيزة التعليم العالي وركيزة مؤسسات الأعمال إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين